اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان عند قوله وأخبر أنه لا ريب فيه استكمالا للقسم الأول المجتمل على مقدمة المصنف وتفسير فاتحة القرآن بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا قال وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه وذلك لاجتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصفة الرابعة من الصفات الإحدى عشرة التي وصف بها القرآن الكريم فقال وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه نافيا أمرين عن القرآن أحدهما وقوع الريب فيه والآخر وقوع الشك فيه وهما متلازمان باعتبار أن الشك مبتدأ والريب منتهى فإن حقيقة الشك تداخل الإدراك وحقيقة الريب قلق النفس والطرابها فأول ما يجري في النفس وقوع الشك بتداخل الإدراك فيها فإذا تتايعت في الشك وقوي فيها انقلب فصار ريبا لاستواء الاضطراب حينئذ في النفس فحقيقة الريب وقوع اضطراب وخلل وقلق في النفس إذ ليس الريب هو الشك ومن فسره به فهو على وجه التقريب باعتبار أن الريب مدخله الشك فلا يكون ريب إلا بوجود شك فكل ريب فيه شك وليس كل شك فيه ريب والذي جاء في مواضع كثيرة من القرآن هو نفي الريب لأن نفي الريب يتضمن نفي الشك وزيادة وما ذكرناه من أن حقيقة الريب هو قلق النفس والطرابها والذي اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد صاحبه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب والإجماع الذي نقله ابن أبي حاتم وغيره أن الريب هو الشك باعتبار وجود أصله فيه فكل ريب فيه شك فلأجل وجود هذا المعنى فالإجماع صحيح لأن مما يشتمل عليه معنى الريب وجود الشك لكن ليست حقيقة الريب هي الشك ولابد من وجود قدر زائد على الشك في الريب بأن يزداد الشك في النفس ويقوى فيها حتى ينقلب إلى قلق والطراب وقد نفى الله سبحانه وتعالى الريب في القرآن في آيات عديدة فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال تعالى فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك فهؤلاء الآيات الأربع فيهن نفي الريب عن القرآن ونفي الريب عنه مشتمل على نفي الشك والآية الرابعة جاء فيها نفي المرية والمرية مرتبة متوسطة بين الشك والريب فأول ما يقع التداخل في الإدراك يكون شكا فإذا قوية صار مرية فإذا قوية صارت ريبة ولهذا لم يقع في القرآن نفي الشك عنه فقط وإنما جاء بنفي الأعظم فنفيت المرية فيه مرة واحدة ونفي الريب في الآيات الثلاث التي ذكرناهن فلا ريب في القرآن والريب المنفي عن القرآن نوعان أحدهما ريب يوجد فيه والآخر ريب يوجد منه فمن الأول قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي القراءة الأخرى اختلافا كبيرا فنفى الله سبحانه وتعالى أن يوجد في القرآن ريب بأن يناقض بعضه بعضا لأنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه كتابا متشابهة أن يشبه بعضه بعضا تصديقا ومهما لاح للعبد أن شيئا من القرآن يناقض بعضه بعضا فهو غلط منه على القرآن وأي آية توهمت أن آية أخرى من القرآن تناقضها أو توهم اضطرابها معها فمن شاء ذلك من قصور المعرفة والعلم فمثلا قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فقارئوا هذه الآية قد يخيل إليه وثما أن هذه الآية يعارضها قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه فالآية الأولى فيها نفي وجود الأنساب والآية الثانية وما بعدها فيها إثبات وجود الأنساب بمعرفة العبد أمه وأباه وأخته وأخاه وزوجه وأبناءه ولا تناقض بين الآيتين فإن إثبات معرفة الخلق بعضهم بعضا مذكور في القرآن نفسه قال الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين وهذا الكون كان أين؟ في الدنيا فهو يعرفه في الدنيا ثم قال الله عز وجل بعدها فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي أنه عرفه لأنه لما اطلع وقف على حاله وعرف أن هذا هو صاحبه فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود المعرفة بين الخلق في الآخرة فلابد حينئذ أن يكون نفي الأنساب في الآية الأولى غير إثباتها في الآية الأخرى من سورة عبسا فالمثبت معرفة بعضهم بعضا بعد القرار والمنفي معرفة بعضهم بعضا عند الفرار فإذا نفخ في الصور وتنادى الناس ووضع الحساب إن قطعت معرفة الخلق بعضهم ببعض فإذا استقروا في دار القرار جنة أو نارا عرف الله سبحانه وتعالى عرف الناس بعضهم بعضا وأحسن من هذا أن يقال إن المعرفة المنفية هي معرفة النفع لا معرفة الصلة لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود معرفة في آية ثم نفى حصول الانتفاع بها فلا يكون بين تلك الآيات التي ذكرناها شيء من التناقض وإيهام الاضطراب الذي يوقع العبد في اعتقاد أن القرآن يوجد فيه ريب وأما نفي الريب أن يوجد منه أن يكون له أترا فمنه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فالقرآن إذا سمعه العبد وألقى إليه سمعه وأقبل إليه أورثه الطمأنينة قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعظم ذكر الله هو قراءة القرآن الكريم واعتبر هذا فيما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الجن في سورة الجن والأحقاف إذ قال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال مفصلا تلك الحال في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فأخبر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الآيات أن الريب لم يوجد من القرآن وإنما وجد منه الذكار والذكار لأنهم رجعوا إلى قومهم وولوا إليهم منذرين ودعوهم إلى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ونفي وقوع الريب في القرآن ووجود الريب منه جعل القرآن في أعلى مراتب اليقين فإنه حق اليقين إذ قال تعالى في آخر سورة الحق وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن يحصل به إدراك كأنه رأي العين يخالطه العبد ويلابسه لما تقدم أن مراتب الإدراك ثلاث هي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فأعلى ها هو حق اليقين فالقرآن الكريم في أعلى مراتب الإدراك فهو حق اليقين وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يوجد فيه ريب ولا يوجد منه ريب ثم ذكر المصنف رحمه الله موجب نفي الريب عنه فقال وذلك لاجتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه فسبب انتفاء الريب هو فيما ذكره بقوله لاجتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه فإذا كان كذلك فإن ورود الريب عنه ممتنع فلو قال قائل هؤلاء الكافرون من الأولين والآخرين يرتابون في القرآن فكيف يصح هذا النفي قيل إن الريب الذي يوجد منهم من شأه فساد قلوبهم لا من القرآن الكريم قال الله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فالريب الذي وقع ريب منهم مرده قلوبهم والريب الذي نفاه الله سبحانه وتعالى وقوع الريب في القرآن أو وجود الريب من القرآن واقتصر المصنف رحمه الله على ذكر موجب نفي الريب عنه بأنه يشتمل على الحق والصحيح أن الريب منتف عن القرآن لأمرين أحدهما أنه نزل من الحق والآخر أنه نزل بالحق فإن الله سبحانه وتعالى جمع بين هذين في آيات كثيرة فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال نزله روح القدس من ربك بالحق إلى غير هؤلاء الآيات المجتملة على تقرير أن القرآن نزل من الحق ونزل بالحق فالاجتماعهما لا يقع في القرآن الكريم ريب فأما الأول وهو أنه نزل من الحق أي من الله فمعناه المتحقق كونه موجودا ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلا قال الله تعالى أستيار أبي عبد الله بن القيم وأما كونه نزل بالحق فهو المتحقق كونه تاما صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه فلاجتماع هذين الأمرين كان القرآن نازلا بالحق قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهو حق في أخباره بصدقه وحق في أحكامه بعدله قال الله عز وجل في خبره ومن أصدق من الله قيل وقال ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى في حكمه إن الحكم إلا لله وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلاجتماع هذين الأمرين أن القرآن نزل من الحق ونزل بالحق صار القرآن حق اليقين ولما كان القرآن حق اليقين انتفى عنه الريب فلا ريب يقع فيه ولا ريب يوجد منه نعم قال رحمه الله وأنزله مباركا وأنزله مباركا وأنزله مباركا فيه الخير الكثير والعلم الغزير والأسرار البديعة والمطالب الرفيعة فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الصفة الخامسة من الصفات الإحدى عشرة التي وصف المصنف بها القرآن فأخبر أن القرآن مبارك ومعنى كونه مباركا أنه ثابت الخير في أصله دائم الخير في فرعه فبركة القرآن تجمع بين أمرين أحدهما ثبوت الخير في أصله والثاني وفور الخير في فرعه فالقرآن باعتبار أصله كثير الخير وباعتبار فرعه أي ما يكون منه وينتج عنه فإنه متوافر الخير فلا يزال خير القرآن باقيا متكاثرا متناميا إلى يوم القيامة فحقيقة البركة كثرة الخير وبقاؤه فالبركة تجمع بين كون الخير كثيرا وبين كونه باقيا فخير القرآن كثير وهو باق إلى يوم القيامة ولذلك صار من صفات القرآن أنه مبارك قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وقال تعالى وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى وهذا ذكر مبارك أثأنتم له منكرون وقال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فهؤلاء الآيات فيهن إثبات بركة القرآن وقد جمعنا ثلاثة أمور أولها ذكر القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ذكره تارة باسم الكتاب وذكره تارة باسم الذكر فذكره باسم الكتاب لما فيه من الجمع وهذا المعنى مناسب للبركة وتقدم أن القرآن جمعه بأمرين أحدهما جمع الألفاظ والمباني رسما وجمع المعاني والمقاصد حكما وأما إخباره عند ذكر بركته بكونه ذكر فلأن القرآن يتذكر به العبد ويذكر به العبد فأما كون العبد يتذكر به ففي قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وأما كون العبد يذكر به فلقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فلاجتماع هذين الأمرين صار القرآن ذكرا وثانيها ذكر كونه مباركا أي مجعولا فيه البركة فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة ووضع البركة يختص به سبحانه وتعالى فهو الذي يبارك ما شاء من الأعيان والأفعال وليست لغيره ومن الخطأ الواقع نسبتها إلى الخلق بقولهم أبارك لك أو أبارك عليك أو أباركك فإنما هذه مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول العبد أسأل الله لك البركة أو بارك الله لك أو بارك الله عليك والإخبار عن ذلك لا يكون بهذا الفعل وإنما بأن يقول العبد بركت له أو بركت عليه أي سألت الله له البركة أو سألت الله عليه البركة أما قولهم أبارك لك أو أبارك عليك فليس معناها سألت الله لك البركة لأن بناء الفعل على المفاعلة يمنع من ذلك فوضع البركة هو لله سبحانه وتعالى قال الله تعالى في صدر السورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالذي بارك هو الله سبحانه وتعالى ولا يضاف وضع البركة إلى غيره فالذي جعل القرآن مباركا هو الله فهو مبارك بما وضع الله سبحانه وتعالى فيه من البركة وثالثها ذكر إنزاله من الله سبحانه وتعالى تقريرا لكونه كتاب الله وذكره الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة وبركة القرآن نوعان أحدهما بركة ذاتية لازمة والآخر بركة فعلية متعدية فأما الأول وهو البركة الذاتية اللازمة فما يوجد في القرآن من البركة لفظا ومعنى قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهذه بركة ذاتية لازمة للقرآن وأما البركة الفعلية المتعدية فما يصل إلى الخلق من بركة القرآن قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فمن بركة القرآن ما يحصل من الاستقامة والهداية إلى أقوى من الاعتقادات والأقوال والأحوال فبركة القرآن تكون ذاتية تارة وتكون متعدية تارة أخرى ومواقع البركة في القرآن سبع فإن بركة القرآن تلتمس من أشياء سبعة أولها بركة قراءته قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وثانيها بركة استماعه قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والإنصات قدر زائد عن الاستماع فإن الاستماع هو الإقبال على سماع القرآن بنية والإنصات هو ترك الاشتغال عنه بغيره وثالثها بركة علمه قال تعالى الرحمن علم القرآن فمن رحمة الله سبحانه وتعالى تعليمه إيانا القرآن فنجد من بركة القرآن بتعلمه ورابعها بركة العمل به قال الله تعالى في الآية المتقدمة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يعني اعملوا به وهاتان المنزلتان وهما بركة العلم والعمل هما المذكورتان في الآية الثالثة أو الآية الرابعة وهي التي لما ذكر الله عز وجل فيها بركة القرآن قال ليتدبروا آياته فإن المقصود بتدبر القرآن هو العلم والعمل به والخامس بركة التذكر والاتعاض به كما قال تعالى كتاب مبارك أنزلناه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والسادس بركة الاستشفاء به قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فمن بركة القرآن أنه يستشفى به والسابع بركة الحكم به والتحاكم إليه قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وحكم الله سبحانه وتعالى هو ما جاء في كتابه القرآن فهؤلاء السبع هن مواقع البركة في القرآن فمن أراد أن يلتمس بركة القرآن أقبل عليهن وشرط الانتفاع بالتبرك بهن أن يكون وفق خطاب الشرع ومراده فإذا أراد أحد أن يتبرك بواحد من هذه الأمور السبعة وجب أن يكون تبركه بالمشروع لا بالمبتدع فإن من قواعد التبرك العظيمة أنه ما ثبتت بركته فلا يجوز التبرك به إلا على الوجه المأذون به فإذا تبرك العبد به على الوجه غير المأذون به لم تحصل بركته وربما كان آثما باعتبار كل مسألة بحسبها فإذا أردت أن تتبرك بالقرآن وفق مورد من هذه الموارد السبعة فأقبل عليه كما علمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم وإياك والوقوع في شيء من الإحداث الذي يراد به التبرك ولا يوجد فيه وأنا أذكر لك من كل واحد من هذه المواقع مثالا يفعله الناس على إرادة البركة ولا بركة فيه فمما يفعله بعض الناس التماس بركة قراءته أنهم يقصدون إلى وضعه بصوت مسجل في البيت لدفع الشياطين فتجد أحدهم يخرج من بيته ثم يدع القرآن يقرأ بصوت محبوس مسجل رجاء هذه البركة وهذا فعل لا يجوز التبرك به لأن من شرط القراءة النية والنية معدومة في هذا التسجيل وقد يكون القارئ الذي يقرأ غير حي بل توفاه الله منذ مدة طويلة ومنه مما يقع من الناس في التبرك باستماع القرآن أن منهم من يجعل رانين هاتفه آيات من القرآن الكريم فإذا اتصل به متصل خرجت هؤلاء الآيات لينتبه إلى الاقتصال والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن ليكون منبها للخلق بنداء بعضهم بعضا وإنما أنزله لمقاصد مشروعة من التذكر والاتعاض والاعتبار والهداية والانتفاع إلى غير ذلك ومما يقع فيه الناس طلبا للبركة بعلم القرآن إرسال الخواطر بالفكر فيه بلا هدى مما يسميه اليوم كثير من الناس تدبرا وحقيقته أنه تفسير إشاري ولنا معه مقام آخر لكن تجد من الناس من يزعم أن هذا من علم القرآن وهو كاذب على القرآن كقول أحدهم زاعما التدبر في ذكر ما ذكره الله في صدر السورة قاها لما قال موسى لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فذكر أن هذه الآية فيها أن الإنسان إذا كان مع أهله لا يتركهم إلا بالاستئذان منهم وهذا المعنى وإن كان حقا في مقام دون مقام فهو حق تابت بأدلة أخرى أما هذه الآية فليست مفيدة هذا أو قول أحدهم إن قوله تعالى وإن الله لمع المحسنين أنه ما من امرئ ذي إحسان إلا وعلى وجهه ضياء وبهاء يكون لمعة ولمعانا فهذا كذب على الله في كون هذه الآية تدل على ذلك والقائل بهذا وهذا كلاهما يزعمان التبرك بالقرآن علما ومما يقع من الناس في التبرك بالقرآن عملا استفتاح طلب الرزق به فإن كثيرا ممن يتجرون إذا فتحوا حوانيتهم أي دكاكينهم للاتجار صباحا وجدت صوت القرآن يملأ الأرجاء وهم يريدون بذلك بركة الاستفتاح بالقرآن وأن هذا من طلب الرزق وهذا وجه من التبرك بالقرآن عملا مما لم تأتي به الأدلة فهو غير مشروع ومن التبرك في القرآن استشفاء وهو غلط ما يفعله بعض الناس من جعل المصحف موضوعا في بيوتهم لدفع الأوبئة أو في سياراتهم لدفع الحوادث فإن التبرك بالقرآن هكذا لم يقع فلا يستشفى بالقرآن في دفع هذه الأوبئة والحوادث بما يفعله هؤلاء ومما يقع غلطا من التبرك في الحكم به أن من الناس من إذا اشتبه عليه أمر فزع إلى فتح المصحف ثم أخذ الحكم من الآية التي وقعت عليها عينه زاعما أنه يتبرك بحكم القرآن كفعل أحد خطب امرأة فلما أراد أن يبرم الأمر أراد أن يحتكم إلى القرآن ففتح المصحف فوقعت عينه على قوله تعالى خذها ولا تخف فوجد في نفسه أن هذا حكما من الله تبركا بالقرآن في أنه يتزوج ونسي المسكين أن هذه الآية في التعبان الذي خافه موسى مع كونه كانت العصر التي خيل أنها كذلك وليست كذلك فهذه الأمور التي ذكرناها وأشباهها مما يطلب فيه الناس التبرك من القرآن من المواقع السبعة الفائت ذكرها هو تبرك غير مشروع لأنه من شرط التبرك بالقرآن أن يكون وفق الهدي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تتبرك بالقرآن قراءة أو استماعا أو علما أو عملا أو تذكرا أو استشفاء أو حكما فلابد من معرفة الهدي النبوي وما كان عليه سالف الأمة فإذا سلكت ذلك انتفعت وملأ القرآن بركة فكان كتابا مباركا لأنه نزل من المتبارك المبارك من ملك مبارك على رجل مبارك في بلد مبارك في وقت مبارك فمن شأ بركة القرآن من خمسة أمور أولها أنه نزل من المتبارك المبارك وهو الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو الذي يتبارك وهو الذي يبارك فتباركه فعله في نفسه ومباركته فعله في غيره قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أي تعاظم وزاد خيره فلا يقال هذا الفعل إلا لله وهو سبحانه وتعالى الذي يبارك أي يضع البركة كما تقدم في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والثاني أنه نزل به ملك مبارك وهو من جبريل عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك فإن إثم روح القدس وهو بسكون أدى لي في قراءة ابن كثير وضمها في قراءة غيره من العشرة إشارة إلى الطهري المشتمل على البركة وثالثها أنه نزل على رجل مبارك وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما الدليل من القرآن على أنه صلى الله عليه وسلم مبارك هذا ما فيها هذا إخبار عن عماهم هم ما الجواب رحمة رحمة ولم يأتي في القرآن التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مبارك باللفظ وإنما جاء بما يدل على ذلك في الآيات التي أخبر الله عز وجل فيهن أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث ليزكي والمزكي هو المطهر بالخير والبركة وإنما يزكي من تزكى قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ودلائل بركة النبي صلى الله عليه وسلم قطعية وليدة في السنة النبوية ومنها في حديث أم معبد أنها قالت مر بنا رجل مبارك إلى غير ذلك مناء الأحادي ورابعها أنه نزل في بلد مبارك قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وخامسها أنه نزل في وقت مبارك قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فلما نزل بالقرآن من المتبارك المبارك ملك مبارك على رجل مبارك في وقت مبارك وبلد مبارك كان القرآن مباركاً فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة القرآن اللهم اللهم اجعل القرآن لنا شفيعاً وحجةً وبياناً اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غومومنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وهذا آخر المجلس